نريد أن نتحدث في بعض هذه الاشتراطات التي وضعها المسلمون كأركان أو كشروط في الزواج فيما يتعلق بالولية مثلا إذا كنا نحن المسلمين نقول بأن الرجل حر والمرأة حر في تقرير مصيرهم وفي الاتفاق على الزواج ما موقع الأب هنا لكي يكون واسطة بين الاثنين موقع الأب أو الولي بشكل عام و محل الولي لا يقل أهمية عن محل طرفي الزواج نعم فإن هذا الارتباط الذي سينشئه الزواج لا يقتصر أثره على الزوجين على الرجل والمرأة نعم بل يمتد إلى أسرتهما فهذا الرجل ولي المرأة سيدخل رجلا أجنبيا إلى أسرته يكون محرما لمرأته أم الزوجة نعم و هذه المرأة ستصبح أيضا في أسرة زوجها امرأة لها من العلاقات مع أبيه على سبيل المثال ستصبح امرأة محرمة له على التأبيد و تنشأ بناء على ذلك جملة من العلاقات و الأواصر و بعد ذلك حينما يمن الله تبارك و تعالى عليهما بالذرية فإن والد الزوج سيكون جدا لهؤلاء الأولاد له عليهم حقوق و لهم عليه حقوق أيضا و كذا الحال بالنسبة إلى والد المرأة فإن أولادها من زوجها الذي اختارته و رضيها هو سيكونون أحفادا له عليهم لهم حقوق عليه و عليه لهم حقوق أيضا فهناك من العلاقات و الأواصر ما جعلت للولي مكانة و دورا يؤدي و مسؤولية عليه أن يتحملها نعم هذه المسؤولية هي مسؤولية الرعاية و التوجيه و الإعانة على حسن الاختيار و لذلك فإن هذا الدين الحنيف حقق هذا التوازن الدقيق بين حق المرأة في اختيار زوجها و حق أوليائها حق أسرتها عليها و قد قاموا بتربيتها و أحسنوا رعايتها و سيحمل أولادها من بعدهم سيحملون أسماءهم و سيكونون امتدادا لهم و كذا الحال بالنسبة لأسرة الرجل فإن أولاده منها كما تقدم سيكونون امتدادا لهم و سيحملون أسماءهم و ستترتب على ذلك حقوق في صلة الرحم الواجب في هذا الدين الحنيف و في الحقوق المالية التي منها ما هو واجب و منها ما هو مستحب و منها ما هو في حالة الحياة و منها ما هو بعد الحياة و ستنشأ لذلك علاقات جديدة منها ما هي كعلاقة الوالد بابنته و منها ما هو علاقة رحم و قربى و مصاهرة فمن أجل ذلك كله أحيط أمر الزواج بهذه الاشتراطات و الأركان و جعل للولي منزلة تخوله أن يقول برأيه و أن يوجه الزواج إلى الوجهة الحميدة التي يريدها الزوجان نعم نهي هذا الولي عن إساءة استعمال هذا الحق أو التعسف في استعماله أو الجور و العدوان على من كانت تحت ولايته و اتجه إليه خطاب هذه الشريعة بالوعظ و النصح و الإرشاد و الإغلاض في كثير من المناسبات حتى يؤدي دوره وفق هذا الميزان الدقيق دون تفريط أو إفراط سنحاول بحول الله